السلام عليكم سيدا مرحبا انا اختيار مرعا كارثة حلو يأخذ كارثة و لتوقفها نتمكن من وخسر اضع الوضع يكفي الوضع و اختار الوضع فيه و سمجز بيضال اذا انا احبت ختيار الوضع و يبقى كارثة ووضع اضع الوضع و هيبقى أالي كارثة ووضع اصبح عوارة عن خط مستقيم طيب ليه بقى فكرة الخط المستقيم ده اللي عايزين نعرفه دلوقتي اول حاجة لانه هو باش متقسم لأقسام يعني لو انت هتجيب اللوح الزهاز فمفروض متقسم مثلا لخمسة أقسام فانا ممكن اقول له ايه انا عايز ابدأ اقسمه بقول له كرتين جريت تمام تبدأ تقول له مثلا اول جزء اهو التاني اهو التالت هوت الرابع هوت اهو فاصبح اللزاز زي ما هو هتنفس فعلا في الواقع تمام وبعد كده ممكن تيجي ممكن تقول له اللزاز ده هوت عايز ابدأ اقسمه ممكن تقول له انا عايز اه اه اول بتنطرح اعملوا كل مرة بشكل دوت وبعد كده تقول له ده انا عايز اعمل مليان بشكل دوت اهو اهو طيب كلام جميل جدا تمام طيب خلينا نعملها بشكل اخر اعمل الترجوع احنا كده خلاص عملنا الجوب بتاعتنا طيب في حل تاني او في حل تاني ان انا هاجي هنا اقول له طيب اقول له ابدأ ارسمهم لي انا هبدأ اشوف المسافات التبدي ده الورزنطل الورزنطل هقول له مسلا مسافة معينة هبدأ احددها اهي بشكل دوت الورزنطل و الورزنطل ممكن تقول له مثلا وتكتب الرقم انت عايزه انا اهو طيب ادخل الورزنطل اعود طيب لو حصل فيه تقطعات طيبة موجودة دمام انواح تفيهم اللي يمشي ولا الورزنطل تقدة تشوف انواح تفيهم اللي يكون ليه الاولوية طيب لو هانا عندي الوف اهوك مثلا الروف البيعي ممكن الروف نرسمه من خلال روف بايكيس او نرسمه روف بايكستروشن واقول له مثلا بيك قبلين هنبدأ شوف بلين نرسم عليه ولكم مثلا دوت اوكي وابدأ ارسم الروف داعي على شكل كيرفة بالشكل دوت طيب لانا عايزة اخليه كيرتين هعمل سليكت عليه واجي هنا اقول له سلوب جلازينج ونفس الفكرة برضو انا عايزة ابدأ اقسمه فتده هتجي هنا وتقول له كيرتين جريت وتبدأ تقسم الشكل دوت او برضو تدخل في الخصائص وتعدل فيها بحيث تعمل اللي نسواك انا زي ما انا في الحاليك ممكن تجي هنا وتقول له كيرتين وتبدأ تحط الخصائص اللي انت عايزها في الهوريزنتل وفي الهوريزنتل اشتركوا في القناة